السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن الكريم وهذه المرة أود أن أذكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في القرآن وهي في سورة الحديد وهي الآية 22 و23 من سورة الحديد وطبعا هذه الآية لها مكان في قلبي بالذات لأنني مررت بفترة عصيبة في حياتي ولما كنت أتدبر في هذه الآيات كانت لي تسلي عظيمة وتصبير عظيم من الله سبحانه وتعالى عندما كنت أقرأ هذه الآيات وأتدبرها وأتدبر معانيها وطبعا ما منا من أحد إلا وقد مر في فترة من فترات حياته أو سيمر بفترات عصيبة ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصصا في القرآن وذكر لنا بعض الآيات التي نصبر بها نفسنا عندما نمر في المحن بشرط أن نتدبر هذه الآيات ونفهم معانيها فالآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور طيب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر أنه ما أصاب من مصيبة أي مصيبة كانت تمر بها في حياتك أو تمر بها البشرية جمعا كما هو الحال اليوم ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجوائحة مثلا التي نمر بها الآن في الأرض أو في أنفسكم أو تصيبك المصيبة أنت في نفسك شخصيا أو في الصيبة في الأرض أو في نفسك إلا في كتاب يعني الله سبحانه وتعالى عندما تمر بهذا الكرب العظيم أو المصيبة العظيم التي تمر بها إذا تشعرت بأن هذه المصيبة قد قدرت وقد كتبها الله سبحانه وتعالى وأنها ستحصل لا محالة لا محالة ستحصل هذه المصيبة أو هذا الضيق الذي تمر به لا محالة هو حاصل من الله سبحانه وتعالى لأنه كتبه في كتاب وخلص أن الله سبحانه وتعالى إذا كتب شيء في الكتاب لا يغيره الله سبحانه وتعالى صحيح ورد في الحديث أنه لا يرد قضاء إلا الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى معنا قد قدر أن هذا العبد إذا دع الله سبحانه وتعالى قد يرفع الله سبحانه وتعالى إن استجاب منه بقدر دعائه من هذا البلاء لكن إن لم يستجب الله وإن حصل الذي حصله ووقعت المصيبة فأنت يجب أن تعلم أن هذه المصيبة قد قدرها الله سبحانه وتعالى وقد كتبها في كتاب ماذا كتبها الله سبحانه وتعالى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة موسى عليه السلام كما ورد في الحديث أنه احتج على آدم وقال له قد أخرجتنا من الجنة بذنب فعلته يعني اليوم كلنا بسبب هذا الذنب خرجنا من الجنة ونزلنا إلى الأرض وما فيها هذا من شقاء وبلاء في الأرض فآدم رد على موسى عليه السلام كما ورد في الحديث أو فيما معناه قال يا موسى تحاسبني على ذنب قد كتبه الله عليه قبل خمسين ألف سنة من أن يخلق السماوات والأرض فحج آدم موسى كما ورد في الحديث أو معناه فحج آدم موسى يعني خلاص موسى ما قدر يتكلم أن هذا الشيء كتبه الله سبحانه وتعالى وحاصل لا محالة فهذه معنى قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هذا كتاب هو الذي تكتب فيه مقادير وكل شيء هذه المقادير قد كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل أن نبرأها يعني أن نخلق السماوات والأرض أن يبرأ يعني يخلق السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى وهذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى لكن الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها يعني هذه التسلية أو هذه المعنومة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما بعدها يقول لك لكي لا تأسوا يعني إذا علمت هذه الآية وعلمت حقيقة أو معنى هذه الآية يقول لك الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تفرحوا طبعا في أمور فاتت خلاص ذهبت عنك قد يعني يفوت عنك شيء أنت كنت تريده صفقة تجارية ذهبت من يدك أردت أن تخطب مثلاً أمرأة فلم تستطع مثلاً أو حصلت مشاكل إنسان فقد ولده فقد ماله في صفقة تجارية وغيرها ويقول لو كان كذا لكان كذا والرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت فعلت كذا لكان حصل كذا ويظل يلوم في نفسه ويأكل في نفسه ويعاتب نفسه وكذا حتى ينهكه التفكير والتعب وقلة الصبر والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا تقل لو كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا أو ما ورده في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم لا تأساه على ما فات لا تحزن على الذي فات لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لك في الآية التي قبلها أنه يقول أنه لا تحزن لأن الله قد كتب كل شيء من قبل أن يبرأ السماوات الأرض يعني من قبل أن يخلق السماوات الأرض وكما ورد في الحديث أنه بخمسين ألف سنة وخمسين ألف سنة ليست من حسابنا أيام الله سبحانه وتعالى ليست كأيامنا كألف سنة مما تعدون اليوم عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحبوا كل مختال فخور طيب لماذا لا نفرح يا الله يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن الفرح بهذا الدليل بهذه الآية لا الله سبحانه وتعالى ما نهى عن الفرح هذا نوع الفرح الذي فيه كبر وخيلاء انظر إلى النص الآن يعني دائما لما تقرأ القرآن وتريد أن تدبر الآيات انظر سياق الآية عن ماذا تتكلم حتى تعرف ماذا يقصد أو ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بكلمة لا تفرحوا لكي لا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحبوا كل مختال فخور الفرح الذي هو فرح الخيلاء وفرح الفخر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل في جنة من في قلبه مذقال ذرة من كبر لا يدخل في جنة من في قلبه مذقال ذرة من كبر تمام فأنت على ماذا تتكبر إذا الله سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا الجنة في قلبه مذقال ذرة من كبر فالذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو الفرح الذي فيه خيلاء وكبر فالفرح الذي فيه الخيلاء والكبر هو المنهي عنه هنا فلا تفرح وإذا جاءك شيء مفرح مثلا نجحت في امتحانات مثلا نجحت صفقة تجارية حصلت على قدر من المال حققت الذي تريده وفرحت هذا الفرح عاجل بشرى المؤمن لا بأس بذلك لكن الفرح المنهي عنه هو فرح الكبر والخيلاء أنك تظن أن هذا ليس من الله أن هذا بفعلك أنت فعلت وأنت اجتهت وأنت 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 والذي كل هذا تنسبه إلى نفسك كما فعل قارون طيب هذا هو الذي فعله قارون وهذا الذي نهان الله سبحانه وتعالى عنه من أنواع الفرح طيب قارون ماذا قال؟ قارون قال في سورة القصص في الآية السادسة والسبعون قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح قال له قومه لا تفرح يعني قومه نهو عن الفرح طيب أين نوع من الفرح؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا طيب هؤلاء ماذا قال له؟ قال لا تفرح لأنه هو ماذا قال لهم في الأول قال إنما أوتيته على علم عندي ألا هي المعروفة قال إنما أوتيته على علم عندي أنا الذي بدلت الجهد وأنا الذي أتيت بهذا المال طبعا في ناس انقسموا فئتين ناس اغترت بما عنده وناس لم يغتروا بالذي عنده وكانوا يبتغون فيما آتاهم الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة فقالوا له قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا طبعا كثير من عندنا يعني يقرأ ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني أنك تطيع الله سبحانه وتعالى تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني أفرح وتمتع بالحياة وغيرها طبعا هذا قول من الأقوال لكن في قول آخر جميل أيضا أيضا يؤخذ من سياق الآية يقول لما قاله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا سياق الآية يقول وابتغي فيما آتاك الله دار يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة فابتغي بهذه النعمة ما أراد الله سبحانه وتعالى منك اشكر النعمة شكر نعمة الله سبحانه وتعالى هو أن تدي حق النعمة من أن تتصدق وتعين الفقراء وغيرها من الأمور والواجبات وتدفع الزكاة مثلا وغيرها من الأمور التي تدول على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في فيديو سابق كيف نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وقلنا أن شكر نوعان شكر باللسان وشكر بالجنان يعني بالقلب وشكر بالأفعال هذه في الفيديو السابق في أحد الفيديوهات تدبر التلاوة لكن في هذه الآية هم ذكروا له ذلك فالله سبحانه وتعالى يحب ان تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أająkam بها عليك مثلاً زالك قصة التي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم unfortunate وطلب من عايشا ان توزعها على الفقراء وتبقي شيء لهم في البيت فلما وزعتها عايشا وانتهت من عندها فبقية الفخد منها فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عايشا رضي الله عنها ماذا بقى منها ماذا بقى من الشات؟ قالت بقى منها فخذها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها وذهب فخذها الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم هو عائشة هو هذا الذي سيذهب في هذه الدنيا أما الذي سيبقى في الآخرة هو الذي تصدقت به عائشة هذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الذي بقي من هذه الشات التي هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بقي من هذه الشات هو الذي أعطوه في سبيل الله أما الذي استخدمناه في الدنيا فهو قد ذهب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو معنى الحديث بل بقيت كلها وذهب فخذها فلما قالوا له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة على بناء على هذا الحديث ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا هي عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى هذا نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا الذي ستأخذه بعد موتك نصيبك من الدنيا الذي ستدخل به في قبرك ما الذي سيدخل معك في قبرك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ابن آدم يعني دفن ابن آدم قال ذهب معه ماله وأهله وعمله فرجع ماله وعمله وولده ولم يبقى معه إلا عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو الذي سيبقى معك فهذا كلام دقيق على قول المفسرين الذين قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي نصيبك من الدنيا هو ما ستأخذه من الدنيا معك في آخرتك هذا هو نصيبك الحقيقي من الدنيا أما نصيب الذي ستستهلكه أو تنفقه أو تستخدمه في حياتك هذا ليس هو النصيب الذي ستأخذه من الدنيا هذا ليس نصيبك من الدنيا والحديث واضح تكرناه وكذلك حديث الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي عملك الذي فعلته في الدنيا سيأتي معك في قبرك هذا هو نصيبك من الدنيا فتفسير جميل وقوي جدا على ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لما أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين طبعا أنا ذكرت هذه القصة عن قصة قارون لأن نقطة الشاهد هنا أو محل الشاهد أو الاستشاهد هو قول قومه نهو قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الفرح المنهي عنه هنا أنا أريد أن أؤكد أن الفرح المنهي عنه هنا هو فرح كبر والخيلاء لأن في الصفحة التي بعدها والآية التي بعدها قال لهم إنما أوتيته على علم عندي فلذلك هذا هو كان الفخر والخيلاء أنه هذا الذي أوتيه هو من علم عنده ولم يرد ذلك ولم يرد ذلك يعني هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لما رأوه يفعل هذا وبغى في الأرض وقالوا له والناس انقسموا في شأنه قسمين قال الناس تمنوا ما عند قارون وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وهذه كلمة ولا يلقاها إلا الصابرون الناس الذين انقسموا في قارون عليه السلام قال لا يلقاها إلا الصابرون هذه هي مرجعنا إلى الآية التي ذكرناها سابقا وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما أصاب من مصيبة في العرض ولا في أنفسكم هي هذه تصبير وتسلية لنا كمسلمين إذا أصابتنا مصيبة هذه الآية لنا تصبير وتسلية على ما يصيب المؤمن من نصب ووصب أو أمراض أو غيرها من الفتن التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا هذا ما أردت أن أوضح لكم في هذه العجالة وطبعا سورة الحديد أيضا في نفس الصفحة التي ذكرنا فيها وما أصاب من مصيبة إن شاء الله في المحاضرة القادمة سأذكر آيات قرأتها أعجبتني وأود أن أشاركها معكم في الحلقة القادمة نتكلم فيها ونتدبر فيها إن شاء الله شكرا لكم لمشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد فالقناة فيها إن شاء الله فيها خير كثير غير سلسلة التدبر فيها تعليم التلاوة فيها دروس شمائل المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من الدروس إن شاء الله تأتيكم اتباعا وجزاكم الله خيرا وانشروا هذا المقطع واجعلها الله سبحانه وتعالى صدقة جارية في ميزان حسنايتكم بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته